أهلا بك أستاذ محمد جلسات والأخرى والكابينة الوزارية لا تزال مغيبة كيف سيحسم هذا الأمر؟ تفضل شكرا جزيلا شكرا لكم ولمشاهديكم الكرام الحقيقة بالنسبة للوزارات المتبقية وزارة العدل ووزارة التربية وزارات الأمنية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالنسبة للوزارتين العدل والتربية إن شاء الله سيقدم أشخاص مستقلون وسينظون إن شاء الله في البرلمان لأن السيد رئيس بلس الوزارة قد قدم أو أعطى فرصة للكتل وقدموا أثنين من المرشحين ولم يمضوا في البرلمان وعليه علي أن يقدم مستقلين وسينظون إن شاء الله في حال التقديم مستقلين طيب يبدو أن بعض الأسماء المطروحة لشغل الوزارات المتبقية أصبحت أهم من تشريح القوانين وهو ما يلاحظ من تكرار أسماء وإسرار بعض الكتل عليها هل تتفق مع هذا الرأي أستاذ محمد؟ طبعا لا أتفق مع هذا الرأي على السيد رئيس وزراء أن ينضي ببرنامجه الحكومي وأن ينفذ ما وعد به وتأخير وزارة أو وزارتين لا يعطل برنامج الحكومي والدليل أن وزارة الداخلية صحيح يجب أن يكون هناك وزيرا على رأس الوزارة وكذلك وزارة الدفاع والوزارات الأخرى ولكن وزارة الداخلية تمترف مؤسسات والأمور تمشي بصورة حسنة وكذلك وزارة الدفاع وعليه يجب أن لا يكون هناك مسوغا أو مبررا للتأخير البرامج أو القيام بالعمل الكبير الذي ينتظره الجمهور من السيد رئيس وزراء فيما يخص الخدمات لكن أستاذ محمد هناك من يتخوف من أن التأجيل المستمر في حسم الكابينة الوزارية سيؤدي أما إلى إدارة هذه الوزارات المتبقية بالوكالة أو القبول بأي مرشح تحت ضغط الوقت أعتقد فيما يخص وزارتي الدفاع والداخلية ستبقى بالوكالة إلى فترة معينة إلى أن يتبانى الطرفان أو يتفق الطرفان الرئيسيان يعني أفهم من كلامك أن الوزارتين لن يكون لهما وزير ستأخذ وقتا إلى أن يتفق الطرفان الرئيسيين في الإصلاح والبناء على استيزار وزيرين لهاتين ووزارتين الأمنيتين المهمتين نحن نعلم أن سائرون كان لها شروط واضحة في الأسماء المرشحة للكابينة لكن يبدو أن بعض الشروط لم تتحقق في أكثر من الشخص الحقيقة حتى الإصلاح عندما قدم وزير الدفاع يعني بصراحة لم تنطبق عليه الشروط لم يمضي رغم أنه مستقل وشخصية عسكرية ولكن بعض الشروط لم تنطبق عليه لم يمضي وهذا أمر طبيعي وعليه أن وزارة الدفاع كذلك ونحن نؤكد هنا على مبدأ الاستقلالية والحرفية الحرفية معناها خلفية عسكرية لهاتين ووزارتين لكي نؤسسه ونخرج لأول مرة من محاصصة الأمن وتسيسه نعم النائب عن تحالف سائرون الأستاذ محمد رضا كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا